أكد وزير الخارجية بادر عبد العاطي ضرورة ضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وترفع المعاناة عنه في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها وخلال لقائه كبيرة منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة زيجرد كاخ على هامش زيارته الحالية لدولة قطر شدد عبد العاطي على ضرورة العمل على التغلب على المعوقات التي تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة ومن جانبها حرصت المسؤولة الأممية على التأكيد على أهمية التنسيق مع مصر في ظل الدور الذي تطلع به في كافة جوانب الأزمة الرهنة لسيما الشق الإنساني والإغاثي